إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك أنا مش عارف أعمل ليه مع أولادي بصراحة يعني إياد وقام من دول دايماً مسكين الموبايلات ليل ونهار وبطلوا يروحوا النادي وزي زمان كده وينزولوا فك عن نفسهم وبطلوا يخرجوا مع أصحابهم على طول الموبايل في إيديهم حتى الكلام ما بتكلموش مع بعض ولا معاني حتى في البيت الموبايلات واخداهم منسسهم لرأسهم أنا مش عارف أعمل ليه معاهم بصراحة اللي بتقولوا ده خطر قوي يا أستاذ حسن أنا سمعت من دكتور بيجي في التلفزيون إن ده اسمه إدمان أيوة إدمان المحمول وبيأثر كمان على شخصية الطفل أيوة إدمان والأياذه بالله ولازم يتعالج لأن خطره ما يقلش أبدا عن خطر الإدمان فعلا وربنا يعافينا ويعافي ولادنا لازم يا أستاذ حسن تعرضهم على دكتور متخص قبل فوات الأواء إدمان التلفون المحمول بقى من الأخطار الشائعة لأنه بيعمل عزلة تامة للشخص وبيشغله عن تنمية قدراته ومواهبه وبيؤثر بقدرة كبيرة على التركيز والذاكرة وممكن يعمل اضطرابات في النوم أو الشعور الدائم بالقلق والإرهاب علشان كده علماء علم النفس والطب النفسي على مستوى العالم كتبوا روجيتة ووصفة طبية وعدة نصائح لتفادي إدمان المحمول والارتباط المفرد دي خاصة عند الشباب والأطفال الروجيتة دي بتقول إيه نمرة واحد اعمل إيقاف لإشعارات المحمول اللي هي الـ notifications علشان ما تبقاش ودنك مجدودة لأي رنة تاني حاجة ابعد الموبايل عنك وانت نايم علشان في ناس كتير ممكن لما تقلق بالليل يروح ماسك الموبايل ويسرح معاه من غير ما يشعر تالت حاجة لازم تخصص أوقات لأنشطة تانية اخرج مع صحابك اعمل رحلة لمكان طبيعي اعمل زيارة عائلية مارس الرياضة اشترك في عمل جماعي أو تطوعي خلي عندك شبكة من العلاقات الاجتماعية الحقيقية مع الناس كل دي حاجات هتخليك تشعر بالاستمتاع بجوارب تانية من الدنيا ومن الحياة بعيدا عن استخدام التلفون المحمول دمتم في صحة وسلامة كل الشكر للدكتور محمد عبدالوهاب الأب جيجي استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ومستشفيات دار الفؤاد الرقم الضريب الموحد 542-511-819 وبكرة وفي نفس المعاد معلومة جديدة لصحتك الى اللقاء